الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقبل أيام يعلن عن وقف مساهمة أمريكا في دعم منظمة الصحة العالمية سوء في إدارة أزمة تفشي وباء كورونا هكذا علق الرئيس الأمريكي على دور منظمة الصحة العالمية اليوم في ظل انتشار الوباء قرار الرئيس الأمريكي دفع الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش إلى انتقاده معتبرا أن الوقت غير مناسب لوقف تمويل المنظمة والتي يحتاجها العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى الولايات المتحدة والتي تعتبر أكبر المساهمين في تمويل المنظمة فتحت خطوتها الأخير الباب واسعا للحديث عن مستقبل المنظمة ودورها المستقبلي في مواجهة الوباء خاصة في مناطق النزاع والتي تحتاج جهودا كبيرة لمنع وقوع كارثة كبرى فيها بسبب الظروف الإنسانية الصعبة التي تحيط بمن يعيش فيها جدل واسع يدور في الأوساط الدولية حول أداء المنظمة وتقاعسها في متابعة انتشار الوباء خاصة مع بداية انتشاره في الصين فهل تتحمل المنظمة مسؤولية انتشار الجائحة واتساعها فعلا وكيف سينعكس إيقاف الدعم الأمريكي على أدائها في المستقبل القريب